طيب هنتكلم عن التحديات بقى نتكلم بقى شوية تحليل هل حضرتك شايف ان كان فيه تحديات معينة او ايه هي اكبر التحديات اللي كانت بتواجه الفريق بتاعنا ليه النيل هذه البطولة قصة والتحديات طبعا يمكن كانت تحديات كتيرة في الاندية احنا في حتى في الاندية الاوروبية فيروس كورونا والقلق اللي الناس كانت فيه والمشاكل وزي ما انت قلت تغيير جهاز فني ولعبة وكل هزي الامور ولكن اذا استثمرنا استثمرنا مورات النادي الاهلي الاخيرة النادي الاهلي في استقرار في حسم بطولة دوري عام قبلها بسبعة تمن اسابيع فكل هذا ادى حرية ومسلماني والمدير الفني والجهاز انه يشتغل يشتغل في تركيز عالي جدا لهزي البطولة يعني خلاص بطولة الدور دي محسومة البطولة دي هي اللي كانت اساس الشغل واساس التركيز واساس الهدف اللي كان عند كل الناس يعني الناس تنست بطولة الدوري حتى الجماهير يعني حتى الجماهير قبل المتشب اسبوع مفيش حد بيفكر في دوري ولا بيفكر في كاس كل هزي الامور بتحطم ان احنا ناخد بطولة الافريقية ليل ان كان فيه مؤشر ان الزمالك في الفترة الاشيرة كسب الاهلي مرة مرتين فالناس كلها كانت خلقوا من الحتة دي اللعيبك الحمد لله كانت مركزة المجلس ادارة بيداعم ويسند الفرقة الجماهير ايضا الجماهير النادي الاهلي العظيمة وعضاء النادي الاهلي كانوا بيسندوا النادي الاهلي وكان عندهم ساقة كبيرة ان الفريق ان شاء الله يفوز بازيل بطولة فكان ده الدعم ده في حد ذاته بيدي مؤشر كويس جدا للفوز ببطولة اشتركوا في القناة